الطريق الثالث اهتم بملف التعليم في المرحلة الماضية وسيظل يهتم بملف التعليم لما يرى طريق الثالث من ان ملف التعليم يمكن ان يكون قاطرة التنمية في الفترة القادمة ضمن الناس المهتمين بتعليم ايضا الصحفي المتخصص في شؤون التعليم ورئيس قسم التعليم في جريدة فيتو محمود علوان محمود علوان صحفي موهوب صحفي معجون بماء التعليم زي ما بيقولوا محمود كتب عن الطريق الثالث النهاردة يعني وبنشكره طبعا على اللي هو كتبه واتكلم عن الطريق الثالث وانا تشوفه دلوقتي حضراتك وانا كمان هشوف معاكو بس انا مش شايف بسبب عزب النهاردة محمود بيتكلم في فيتو عن الطريق الثالث برنامج تلفزيوني يرفع شعار التعليم اولا فعلا احنا بنرفع شعار التعليم اولا لما نراه ان التعليم يمكن ان يكون قاطرة التنمية في المرحلة القادمة بدون تعليم يمكن ان تكون الدنيا ضبابية التعليم كان سبب في نهضة شعوب التعليم كان سبب في نقلة نوعية بل قفزة نوعية لدول كثيرة يمكن ان اتحدث عنها فيما بعد محمود كتب ان التعليم من مناطق اهتمامات الطريق الثالث ونحن نؤكد اننا سنسير برضو على هذا الضرب ونحن على هذا الضرب ان شاء الله سائرون او سائرون عفوا لان التعليم زي ما قلنا ممكن يحللي تلات مشاكل جوهرية احنا بنعاني من ثلوث مسلس الرعب ودي مصطلحاتنا في طريق الثالث مسلس الرعب فقر جهل مرض تقدع ليه ازاي التعليم ياخذ على الفقر على الجهل على المرض لذلك نحن سنظل نحمل هم هذا المنافق